السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نديرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدنا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأسكى السلام صل اللهم وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا اللهم أصلح ذات بيننا نور يا رب قلوبنا نور يا رب بصائرنا نور يا رب بيوتنا نور يا رب بعد الموت قبورنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أدعوك أدعوك دعاء المكروب أدعوك دعاء المكروب وأسألك وأسألك وأستعين بك أن تعجل لي بأن أتوب وأن أقلع عن الذنوب وأسألك لسائر إخواننا وأخواتنا حسن الخاتمة اللهم إني أدعوك وأرجوك وأسألك أن تحيينا حياة طيبة وأن تميتنا ميتة سوية اللهم اقبضنا في بلد نبيك أمتنا يا ربنا في بلد حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم واجعل يا رب آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم ذلنا وضعفنا استر علينا يا ربنا لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا يا رب يا رب أسألك باسمك العظيم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن ترزقني الرضا بقضائك وأن تمتعني وسائر المسلمين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة أسألك يا الله أن تجمعنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أحببناه وآمنا به ولم نره نسألك أن تجمعنا به في دار الآخرة وأن تسقينا يا ربنا من حوضه شربة لا نضمأ بعدها أبدا حولك وقوتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد العالمين وسائر بلاد المسلمين من هذا الوباء وهذا البلاء احفظ يا رب مقدسات المسلمين احفظ مساجد المسلمين احفظ علماء وشيوخ المسلمين يا رب العالمين احفظ قناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الحق وتدل عليه احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا الضر اكشف عنا الضر اصرف عنا البلاء يا رب الأرض والسماء إخوتي أحبتي في الله مع واحدة من المبشرات مع واحدة من الأنصاريات الخزرجيات السابقات مع واحدة من الصانعات الصابرات المجاهدات مع واحدة من فتيات الإسلام مع واحدة من الفقيهات حديثها حكم حديثها حكم في قضية عدة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي مرجع يرجع إليها فيه حتى صارت مشهورة بحديث الفريعة بنت مالك هي من؟ هي الفريعة بنت من؟ بنت مالك بن سنان أخت من؟ أخت سعد بن مالك وزينب بنت مالك وأبي قتادة بن النعمان أخت من؟ أخت سعد بن مالك من سعد بن مالك؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أبو سعيد الخدري فتى الإسلام الذي ولد قبل هجرة النبي بعشر سنوات أبو سعيد كان عظيم لاقتداء بالنبي وأنا قلت سنتكلم عن البيت التي نشأت فيه البيئة البيئة فالنبات حلاوته ومرارته النبات ثمرته وطيبها من الماء الذي يشرب ومن التربة التي فيها ينبت كذلك المرأة كما في الحديث وهو حديث ضعيف إياكم وخضراء الدمن قيل وما خضراء الدمن قال المرأة الجميلة في المنبت السوء حتى وإن كان الحديث ضعيف لكن له شواهد الواقع يشهد بها ربما كانت المرأة ملتزمة مصلي صائمة لكن البيئة التي تربت فيها بيئة سيئة أب لا يصلي أم لا تصلي ولا تصوم وليست محجبة وربما تفعل بعضا من المعاصي أخوة على غير دين هي التزمة لكن ماضيها البيئة التي تعيش فيها تسيء إليها وربما خنقتها وضيقت عليها إلا من حفظها الله إلا من أراد الله لها الهدى هذا أمر الله ونرى كثير من الشباب يخرج من بيت فاسد كثير من الفتيات تخرج من بيت فاسد بعيد عن الالتزام والدين أو طاعة الله وطاعة رسوله هذا خير الله يهدي من يشاء والله عز وجل هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير هذه الفريعة بنت مالك أخت سعد بن مالك أخت أبي سعيد الخدري أبو سعيد كان شديدا وعظيم التمسك بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت له كرامة أبو سعيد روى أكثر من ألف حديث عن رسول الله مجاهد راوي عالم فقيه حجه يرجع إليه في الفتية قيل أنه في زمن مروان بن الحكم قام مروان يخطب ودخل أبو سعيد المسجد فقام يصلي قبل أن يجلس فجاء الحرس ليجلسوه وأي أمير حوله حراسه فجاءوا ليجلسوه فأبى أن يجلس إلا أن يصلي فلما انتهى من صلاته قالوا له ما هذا يا أبا سعيد كاد الحرس أن يفعلوا بك ويفعلوه قال قال والله ما كنت لأدعى ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لقول أحد أو لفعل أحد دخل رجل للمسجد والرسول على المنبر يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا يا رسول الله قال قم فصلي فقام الرجل فصلى وهي التي تعرف بركعتين تحية المسجد إذا أتى أحدكم المسجد أو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أبو سعيد كان يعرف كتاب الله ويفقه ويعرف تأويله ومعناه ويأخذ به أبو سعيد أخ الفريعة كان عالما بالكتاب عالما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة ثلاثة وستين هجرية وقعت فتنة كبرى بين أهل الشام يزيد ابن معاوية وبين أهل الجزيرة العربية في زمن ابن الزبير بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه كانت حادثة أو معركة أو محنة أو فتنة يقال لها يوم الحرة الحرة وفيها وفيها كانت معركة بين أدباع يزيد بقيادة عبد الله بن حنظلة وبين أدباع عبد الله بن الزبير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل وسلم وفيها حدثت مقتلة عظيمة سميت الحرة عشان حرت المدينة المنورة وحدثت مقتلة وكانوا يدخلون على أدباع ابن الزبير إلى بيوتهم في المدينة وفر أبو سعيد حتى آوى إلى غار في جبل وتبعه رجل من أهل الشام من أدباع عبد الله بن حنظلة وأراد أن يدخل عليه الغار فسل أبو سعيد سيفه ودخل الرجل هو أبو سعيد سل السيف من غمده ليخيفه فدخل الرجل عليه ولم يوالي عنده شدة وغلظة ويريد أن يقتل أبو سعيد وهو لا يعرفه قال فلما رآه أبو سعيد ورأى في عينيه أنه حريص على قتله أغمد سيفه وأدخله في جرابه وقال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار ولم يوافق أن يقتله مرضيش يقتله قال إني أريد أن تبوء بإثمي قصة ابني آدم ريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار قال فسمعها الرجل وقال من أنت قال أنا أبو سعيد قال أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله قال نعم قال أنت آمن وترك وهذه كرامة لأبي سعيد الخدري لما فقها كتاب الله الفريعة لها أخ من أم أمها أنيسة بنت خارجة الخزرجية لها أخ اسم قتاد بن النعمان وما أدراكم ما قتاد بن النعمان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فتى الإسلام شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتاد بطل فتى من فتيان الإسلام مجاهد حظيم أيضا محب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتاد ابن النعمان له كرامة أيضا وله بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتاد ابن النعمان هذا هو الذي سالت عينه على خده في يوم أحد فردها النبي فعادت كما كانت بل أحسن مما كانت دخل ولده عبد الله بن قتادة ابن النعمان على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعنهم جميعا قال له من أنت دخل عبد الله بن قتادة على أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فقال له من أنت قال أنا ألا تعرفني كل الناس يعرفون من أنا أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا حسن ما عين ويا طيب ما يدي أنا ابن من سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي فعادت كما كانت لأحسن حالها فيا حسن ما عين ويا حسن ما يدي ويا طيب ما يدي فقال عمر ابن عبد العزيز بمثل هذا يتوسل إلينا المتوسلون عرفتك ومن لا يعرف قتادة ابن النعمان من لا يعرفه الله أكبر من لا يعرف قتادة لما أصيب في عينه وقعت عينه خرجت حتى سالت على الخد وهو يقاتل فقال له أصحابه انزعها ألقها شلها أطعها وكمل القتال فقال لا حتى آتي رسول الله فجاء إلى النبي والعين على الخد والدم ينزل فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذها النبي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وردها مكانها وقال اللهم إن هذا رد عن رسولك فرد عليه عينه فعادت كأحسن مما كانت قيل إنه كان إذا أصابه رمد داء في العين العين التي كانت سليمة هي التي يصيبها الرمد وهذه لا يصيبها رمد لأنها ردت بكف المصطفى أيما ردي أقول لكم أين نشأت وعاشت ومع من أكلت وشربت ودامت مع من تعاملت الفريعة مع قتادة ابن النعمان أنا ليه بطول والله حتى نربي أولادنا وحتى نعيش مع أولادنا ونسائنا في بيوتنا عيش هؤلاء السعداء نتعلم ونعلم نعلم أبنائنا وبنتنا نعلمهم هذا الكلام الجميل حتى تتربى عليه البنت والولد قتادة ابن النعمان في يوم مطير شديد البرد وشديد الظلمة في ليلة من الليالي في صلاة العشاء خرج ليصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكانت الليلة مطيرة مظلمة باردة وكان المسجد فيه قليل من الناس فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال له من أقتاده أنت قتادة قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك إيه اللي جابك يا قتادة أنا قلت في حديث النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال إذا اشتد المطر وتعذر الذهاب إلى المسجد فصل في بيتك قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أشهد معك العشاء وقد علمت أن من يشهدها قليل أن من يشهد صلاة العشاء في هذه الليلة قليل فأردت أن أكون معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي وأعطاه عرجونا عودا من عيدان النخيل فأعطاه عرجونا قال خذ هذا يا قتادة فانطلق به فسيضيء لك الطريق إلى بيتك مصباح من جريد النخل أعطاه له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه هي الفريعة بنت مالك ابن سنان الخدري عاشت مع أمها أنيسة ومع أخيها أبي سعيد ومع أختها زينب ومع أخيها قتادة ابن النعمان إسلامها إسلامها رضي الله عنها وأرضاها كان مالك ابن سنان أبوها يسكن المدينة وكان يعرف اليهود ويتعامل معهم ويسمع منهم ومما سمع مالك ابن سنان من اليهود أنهم كانوا يقولون يو شك أن يبعث نبي أن يبعث نبي وصفه كذا وكذا وكذا نبي يصل الرحم ويعين المكلومة وينصر المظلومة ويحسن الجوار ويصل الرحم ويطعم الفقير والمسكين يدعو إلى لا إله إلا الله يأتي بدين هو دين موسى شريعة كشريعة موسى وكانت اليهود في المدينة يهود بن قينقاع يهود بن النظير يهود بن قريضة يسكنون المدينة مع الأوس والخزرب وكلما قامت معركة أو خلاف بين اليهود وأهل المدينة من العرب يقولون يوشك أن يبعث نبي نؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم فكانوا يبشرون بمبعث النبي مالك بن سنان كان يسمع هذا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمع عن أخباره وأوصافه فلما جاء مصعب بن عمير وأخبرهم الخزرج بأنهم قابلوا في العقبة الأولى والثانية في مكة في موسم الحج نبيا هو نبي آخر الزمان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به واتبعوه فعلم مالك بن سنان أن هذا هو النبي الذي تتوعد يهود به الأوسى والخزرج وانتظره مالك بن سنان وأسلم هو وأولاده أسلمت زوجته أنيسة وأسلمت الفريعة وأبو سعيد وزينب أسلموا جميعا على يد مصعب بن عمير وانتظروا مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة جاء مالك بن سنان بأولاده إلى رسول الله ليبايعوه يا سلام هنيئا لك يا فريعة أول مرة ترى رسول الله بعد أن سمعت أخباره وأنباءه بعد أن سمعت صفاته وأخلاقه وعرفت أحواله وأيامه وأبوها كل ما سمع شيئا من مصعب بن عمير ينقله إلى أبي سعيد والفريعة وكل البيت بيت مالك بن سنان كغيره من البيوت نحن قلنا كثيرا أن مصعب بن عمير لما دعا سعد بن معار وأسيد بن حضير معظم أهل المدينة ما من بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإسلام وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا جميعا ومن البيوت المسلمة السلام ما أحسن البيت ما أحسن البيت الذي يكون أهله جميعا على قلب رجل واحد الأب يقول فتسمع الزوجة وتطيع ويسمع الأولاد ويطيع إذا تكلمت الزوجة يسمع الزوج وينصد ويحاورها ويعاملها أحسن معاملة ويسمع الأبناء ويطيعون يأكلون معه وينامون في وقت واحد مش كل واحد مسك موبايله وقعد لوحده مش كل واحد بيأكل لوحده هذا يأكل في ساعة وهذا يأكل في ساعة لا يجتمع أهل البيت الآن أصبحت البيوت كل واحد يحيى حياته حتى إن البنت والولد أبوها لا يعرف عنها شيء أمها لا تعرف عن ولدها شيء بل إنهم قالوا لا أنا حر أنا خلاص كبرت وهم ينفخون في عقول الأولاد أنت كبرت وانت كبرتي لا بد أن يكون لك إرادة نعم هي لها إرادة لكن أبوها أعلم منها بها أمها أعرف منها بها أبوها وأمها أحرص عليها من نفسها أبوها وأمها أحب لها من نفسها ومن غيرهم فلا يمكن أن تنصح الأم أختها بنتها بشرب أو تنصح ولدها بسوء غالبا إذا استقام الأب والأم استقام البيت خصوصا الأم إذا استقامت هي عموده هي عموده وأساسه إذا صلحت صلح البيت كله فضل الله رغم أن الرجل هو البداية رغم أن الرجل هو القدوة رغم أن الرجل هو العاصم هو الرابط والمرأة تعينه وتقف في ظهره أو جنبه شم حد شؤول إحنا بنقول المرأة من وراء لا جنبه بجواره يدها بيده كلمتها مع كلمته أغلب البيوت الآن للأسف الشديد وبيوت كثير من الملتزمين حتى الأب يقول كلام الأم تقول له سبك منه برحتك لا تخرج يا بني تقول له بس انتظر أول ما يمشي أخرج برحتك والعكس كثير من البيوت أيضا تجد أن الأم تخاف على بنتها أو على والدها يا بني لا تفعل لا تصحف فلان لا تخرج من البيت في ساعة متأخرة لا ترجع إلى البيت في ساعة متأخرة الوالد يقول له اتركيه خلاص كبر سبيه يعمل اللي هو عايزه ده بيشرب سجاير يشرب برحته إذا كنت أنا باشرب طب وإنت قدوة في السوق قدوة في الشر أنا بأصهر الولد بي تأخر يقول له إذا كنت أنا بأتأخر إذا كنت أنا بأصهر قعد على الأو سبيه عشان يبقى راجل راجل في المعاصي رجل في السوق لكن انظر إلى هذا البيت الجميل بيت ملك ابن سنان أول ما يهاجر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فيأخذ ملك ابن سنان يا سلام يأخذ زكته ولده وبنته ويذهب جميعا إلى رسول الله فيوايعوه على الإسلام والإيمان ورأت الفريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت منه ومن قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبها حبا للنبي وشوقا إليه ومتعت عينيها برؤيته فأسلمت قديما رضي الله عنها وأرضاها ثم عاش بيت مالك ابن سنان وفيه الفريعة ابن تمالك أيام الإسلام يوما بيوما فعاشت الفريعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني مسجده والفريعة وكل الأنصار والمهاجرين يشاركون في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهم من يشتغل بنفسه ومنهم من يصنع طعاما ومنهم من يأتي بمال ومنهم من يأتي بخشب أو بشيء الكل يشارك والفريعة ترى دولة الإسلام تبنى وتؤسس ترى مسجد رسول الله وبيوته تبنى ثم جاءت غزوة بدر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ولم يشهدها مالك بن سنان ولا أبو سعيد الخدري لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما طلب من أصحابه أن يخرجوا إلى بدر على سبيل الأمر بل إنه خيرا قال هذه عير كريش بقيادة أبي سفيان أو شكت أن ترجع من الشام فمن شاء منكم أن يخرج فاخرجوا إليها لعل الله عز وجل أن ينفلكموها تكون نافلة غنيمة لكم هذه عير قريش محملة بأصناف من الطعام والثياب والأموال خمسين ألف دينار ذهب محملة وجمال محملة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد أن يخرج إليها خرج لعل الله عز وجل أن ينفلكموها فلم يخرج مالك بن سنان ككثير من الناس ولم يخرج مع رسول الله إلى بدر إلا ثلاثمائة ثلاثة عشر رجلا فقط لمقابلة جيش أبي جهل بعد أن فرت العير ونجى بالمال أبو سفيان لكن لما وصل رسول الله إلى بدر وقد أرسل أبو سفيان إلى سادة قريش في مكة وقال لهم علمت بأن محمدا يعترض طريقنا طبعا أنتم عارفين المدينة ما بين مكة وما بين الشام فالعير وهو جاي من الشام بيمر بالمدينة الأول وبعدين يصل إلى مكة فعلم أبو سفيان عن طريق الاستخبارات بتاعته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترصد له وينتظره فأرسل أبو سفيان رجلا إلى أهل مكة إلى قادة المشركين في مكة وقال لهم إن محمدا يعترض طريقنا فإن شئتم أن تنقذوا أموالكم فأسرعوا خرج أبو جال معه ألف واحد لملاقات أو لإنقاذ عير القريش ووصل إلى مكان يقال له بدر فعسكر هناك وبدأت وكانت معركة بدر التي لم يشهدها مالك بن سنان لأنه ما خرد وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة يبقى لم يشهد بدرا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من المسلمين من المهاجرين والأنصار الخروج على سبير الأمر بل خيرهم فمن شاء إلا عنده عدة وجاهز يخرج واللي ما عندوش لا بأس به حتى جاءت السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانت وقعة أحد أحد وما أدراكم ما أحد في شوال السنة الثالثة من هجرة النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأسكى السلام كانت معركة أحد خرج تلت تلاف مشرك بقيادة أبي سفيان للثأري من محمد رسول الله وأصحابه لأنهم في بدر قتلوا سبعين من قادة المشركين وأسروا سبعين فأراد أبو سفيان أن يثأر للقتل وأن ينقذ الأسر وأن يقتل أو يقاتل محمدا وأصحابه في يوم أحد فيها خرج مالك بن سنام بس لا خرج مالك بن سنام وأبو سعيد وقتادة بن النعمان ثلاثة من بيت الفريعة والفريعة جاهزة مستعدية ومنتظرة الخبر والنبأ ماذا سيفعل الله برسول الله وبأبيها وأخويها وأخويها مالك بن سنام في أول معركة أحد خرج بولده أبي سعيد وأمره كيام ثلاثتاشر سنة خرج بولده أبي سعيد وكان أبو سعيد ضعيف البنية لكن قوي قلبه قلب أسد بدنه ضعيف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدي هذا صحيح بنيته ضعيفة لكنه والله قوي صلب شديد عصب وخرج وخرج يريد أن يشارك معك في المعركة فلعله يفوز إما بالشهادة وإما بالنصر معك يا رسول الله فصوب النبي النظرة في أبي سعيد فوجده ضعيف فرق النبي بأبي هو وأمي النبي المبعوث رحمة للعالمين وقال لا يا مالك رده فرد النبي أبا سعيد مع مجموعة من الفتيان سمرة وعبد الله بن عمر ومجموعة أخرى ردهم النبي البراء ردهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يشهد أبو سعيد أحد من الذي شهد أحدا أبوها مالك بن سنان وأخوها لأمها قتادة ابن النعمان مع أحد نرى الصابرة المحتسبة الفريعة ونعيش معها مع البيت المسلم مع البنت التي تربت مع الفتاة المسلمة مع القدوة الصالحة مع البارة مع العفيفة الطاهرة مع فريعة بنت مالك بن سنان نعيش إن شاء الله في لقائنا القادم أسأل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينكم على خير وأن يسعدنا وإياكم بطاعة ربنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسطر علينا عيوبنا وفي الختام أستودعكم الملك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته